وهنا تتمايز أو تتفاضل المجتمعات مجتمعات تنتزع وجودها تصنعه إبداعا متجددا لأنه حقها على الأرض واجبا وفرضا لحاضرها وليوم الحساب فيزداد فعلها نشاطا ويزداد فكرها ثراءا وإذا بها زاخر بالإنتاج عامر بمدهرس الفكر أقدامها راصخة على أرض الواقع ومن رسخت أقدامه هو الأقدر على النزال وقادرة بعد هذا على فرض إرادتها على من آثروا الاستكانة وانتظروا عودة الماضي الذي لن يجيب ترى إلى أي الفريقين نحن ننتمي الآن وعلى مدى العديد من القرون أذكر هنا قصة أهل الكهف ومغزاها والقصة يعرفها الجنية إنهم فتية أهل صلاح للمجتمع إن صرف عنهم الناس فظلموا أنفسهم وآثر الفتية أن يهشروا الناس التزاما بفكرهم وبعد بضع قرون عهدوا بما آمنوا به وكان فيه الهداية والرشاد للناس يوم ذاك ولكن وجدوا الناس غير الناس والقضايا غير القضايا والمشكلات الاجتماعية غير ما كانت وعرفوا أن التغير منطق الوجود وأن الحياة الحقيقية نسبية وليست مطلقة والمجتمع تباين على مدى الزمان والمكان وأن لكل عصر أهله وفكره وقضاياه وما صالح بالأمس إنما كان صالحا ليومه وأهل مكة أدرى بشعابها وأهل الحاضر أدرى بحياتهم وهم أهل لفهم قضايا حياتهم ولبناء واقعهم وعلى عاتقهم تقع مسؤولية الفعل والفكر فهم فقهاء وأئمة عصرهم ففكر كل عصر حق لأهله لا يقبل التصرف ولا ينتزع منهم ولا ولاية لسابق على لاحق وإنما كما قال حكيم منذ قرون أعرف حكمة القدماء وعايش العصر بذا تغضو معلما انتهى وهنا رأى الفتية وهم أهل حكمة أن كهفهم أولى بهم فأهووا إلى كهفهم وتركوا أهل الدنيا يبنون دنياهم بعقلهم وعلى مسؤوليتهم تأملت هذا وتساءلت ما هي أزمتنا هل هي أزمة فكر أم أزمة عمل اجتماعي أم كليهما ما الذي نريد أن نغيره من أو في حياتنا وفكرنا حتى ننتزع حقنا في الوجود ونكون أهلا للحياة امتدادا لصناع الحياة ولحمل رسالة الإنسانية عن العدل والخير والنهوض الاجتماعي والارتقاء بالإنسان كيف نكون أقوياء فتكون كلمتنا مسموعة فالعالم لا يسمع الضعفاء وإنما يرهف السمع للأقوياء استغرقنا التفاخر بتاريخ لسنا صناعه وإن غفلنا عن مصاره نشأة وتطورا وعن سياقه الاجتماعي وتناقضاته الفاعلة لنعرف ماذا حدث ولماذا وكيف في ضوء تفسير اجتماعي واستغرقنا البحث عن الذات من نحن ومدت قرون دون إجابة وكأننا أرجأنا الخطو على درب الحياة وصنع الحضارة إلى حين الإجابة والبحث عن الذات سؤال الضعفاء المهسومين فالقوي لا يسأل من أنا وإنما يفعل ويفكر لنفسه ويكون فعله وفكره هما وثيقة وجوده وبيان ذاتيته وشهادة الآخرين عنه لم نسأل أنفسنا لماذا مضت قرون ولم يظهر بيننا أنثال ابن الهيثم والخوارزمي والبيروني وأنثال علماء بابل ومصر القديمة فنكون صناع حياة وحضارة وقبلة العلماء والباحثين عن المعرفة ونسجنا بخيوط الخيال أحلاما ننشدها تشدنا عن واقعنا الملموس واصطنعنا كعادتنا شياطين نرجمها حتى تستنفذ طاقتنا ونشعر بعدها أننا قد برأنا وتطهرنا ليستغرقنا الحلم اللذيذ ويسعد لهذا الأعداء والخصوم وبين هذا وذاك ننهل ونعب من متع الدنيا بشره يحسدنا عليه أهل التكرذر حياة تغى فيها الوجدان السادج وغاب عنها العقل الناقب الذي هو عدة الإنسان المجتمع سؤال ألح على فكر المصلحين منذ قرن ونصف أو يزيد لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟ ولا يزال السؤال بدون جواب وتشيع إجابة مبتصرة مبتورة يرددها الكافة والخاصة لأننا تركنا ديننا ثم يلحقونها بعبارة كل من ليس على ديننا خصم لنا متآمر علينا وتشيع عصبية الجاهلية وكف العقل عن التحليل وكشف الأسباب وفترة الهمم عن الحفز والاستفسار والعودة إلى الدين نجتزئها خاطئين ونظن أنها جلباب وحجاب ولباس الأولياء وخطاب الأقدمين وتفر الحياة من بين أيدينا إلا مظاهر وشكليات ونعيش عيالا على الآخرين الفعالين المجددين ونجد من يقول لنا إن الله سخر لنا الغرب وكأنه يصدر سك غفران وتقديس لقعودنا وتكاسلنا وتبعيتنا والأديان جميعها ضراء من هذا السلوك